Kita kalb Up 來 بكتيريو فاش البكتيرى يتصاب بايروس البكتيرية ممكن تصبوا بايروس البكتيريوب بتاعت البكتيريخ HASBER بكتيريو فاش ده فيروس متخصص في كل البكتيريا كل فيروس ليه نوع من البكتيريا الفيروس بتاع الدفتيريا مايصبش إلا الدفتيريا بس اللي قال الفيروس بتاع الاستفيلو كوكس مايصبش إلا الاستفيلو كوكس أورجانيزي تمام؟ طيب هنكلم على الجنرال جنرال principles of virus بصوا بسرعة كده اي فيروس في الدنيا مكون من جزء ايه؟ جزء داخلي وجزء خارجي الجزء داخلي اسمه core او الـ Genome وده مصنوع من RNA أور بصوا أور دي تحكيها لكم خط DNA لكن الاتنين مع بعض لأ مفيش فيروس في RNA و DNA إذا الفيروس is not a living cell خالص لان في RNA بس في DNA بس دي RNA بس الـ RNA بس الـ RNA يشتغل بأوامر من مين لو يبقى إذا ده core وده infective part هو ده اللي بيسبب كل المشاكل بتاع الفيروس هنا ده اسمه code او capsule الغطر بتاع الفيروس ده وظيفته من يحميه الفيروس ما يعرفش يشتغل إلا لو الكود ده تقطع يوم يخرج الكور ويروح لحاجة مطبعة أو خالية تعمل زي living cell يخش جوى living cell ويبتدي يشتغل عليها اذا لو اي واحد فيكو معا كتاب microbiology هل لو سامل ان الكتاب ده هيتكسر هيزيد لا هو الكتاب ده اصلا بيخش منبعة ومنبعة تعمل زي كل يخش منبعة ومنبعة تعمل زي تمام لكن هو لا يتكسر فالفيروس لا يتكسر ولا ينقصر ولكنه يتزايد replicate replicate يعني بيزيد وعشان يزيد عاوز المطبع مين المطبع دي living cell living cell فيها نيوكليس اذا الفيروس ممكن يطلع علي اي خلاية في جسمك معا الاربسيز لان الاربسيز without نيوكليس هاي نطبق بقى الكلام ده على البكتيريو فاش البكتيريو فاش عبارة عن كوت اهو كوت اهو وفيه الكور الكور بتاع البكتيريو فاش يوشوالي دي ان ايه ما احنا قولنا دي ان ايه ارن ايه فهو دي ان ايه هايزا الكوت شكل الاسبير شكل حيوان من ليه هب اهيه وليه تيل اهيه تيل عشان يلزق بيه على البكتيريو و contractile duct يعني duct متنقبط اول ما يلاقي البكتيريو بتاعته يروح يلزق عليه طبعا البكتيريو لها وان كروموزوم طبعا طبعا اللي هو اسمه نيوكليويد اهو وده عليه الجينز بتاعت البكتيريو اول ما يلزق عليها بالتيل بتاعه تروح دكتيريو يروح دا داخل جوبه يبقى خلاص يبقى دلوقتي الفيروس داخل الخلاقه خرج من العباية بتاعته خرج من الازازة بتاعته زي العفريت العفريت بيبقى في ازازة لو فتحت الازازة هيوفره من غير ما تفتعه بقى مفول عليه اول ما يدخل يعمل حاجات غريبة جدا دا ايه هي يمسك من الاول اول حاجة يازم يلزق على الخلايا يبقى تاني حاجة اهو اخترق الخلايا يبقى 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 الفيروس اول خطوة تاني حاجة اخترق بعد كده ما نلاقهوش بصوا اختفى اختفى يعني يصروا اكليبس اكليبس بالانجليزي يعني خسوف خسفى بيه مش هشوفه وبعدين اسفاجاتا تلاقوا الخلايا اتملت دي ان ايه بتاع الفيروس امرت امرت النيوكلياس انها تبدي اوامر للريبو جومز اللي جوه الخلايا انه يعمل دي ان ايه بس بتاع الفيروس بتاع الفيروس وبعدين يروح اعمل له كوت طيب ما ده بقى فيروس جديد اهو وبعدين خلايا تتمنلت يروح مفرق اعمى يروح خارج الفيروس ازدول عشان يهاجمو خلايا اخرى طيب نقول من اول يبقى تيرو فاش بيمزق على يبقى الاسبيسيفيك سيل بتاعي ويحن يبقى تيرو ويحن الكور بتاعه جوه يبقى وبعدين يختفي يبقى ده اكليبس وبعدين يبتدي يتكون نيوكليك اسد سانفيسز يبتدي يتكون نيوكليك اسد اللي هو دي ان ايه وبعدين كل دي ان ايه يتلف بكوت يبقى ده اسمه اسمبلي خلاص كمل تمام وبعدين يروح خارج يبقى ده ريليز يبقى الفيروس يبقى يمر واحد اثنين ثلاثة يوكليك اسد اربعة اسمبلي خمسة ريليز ستة وهذه الخلية انتهت تماما وسمي الفيروس في هذه الحالة اللي هو البكير وفاش اس لتك لتك فاش يعني ايه لتك بقى لتك يعني حل للخلية نيالها فالس تمام يبقى اذا الفيروس لما بيخش بيتكس أوفر بيسيطر على النيوكلاس يخليها تقمر بعمل دي ان ايه زيه وكل دي ان ايه تلف اسمبلي ويبقى جاهز زي ما نجيب قطع ضيار من بره وبعين رح مركب لها بودي بقت عربية وبعدين تخرب العربية ناخدنا الليتك سايكل أوف بكتيريو فاش ده اسمه ليتك فاش يعني الفاش داخل على الخلية وكسرها في بقى فاش تاني يعمل ايه اهو انها بيخليكو معاي اهو والطيل اهو ولقى البكتيريا بتاعته وراح اول ما يخش الخلية تقول له انت المدير انت اللي عتكسرني ولاقى يسيطر سيبيني في حالة هجاعد يروح قاعد على الكرموزوم بتاعها ويقعد قاعدة ملاكي يعني يقعد على جين اي جين عندها يروح قاعد عليه هو اخر جمال الخلية دي عاوزة تنقصي تنقصي بالبقى يجري فيش وهو معانا اهو اهو وتنقصم وتنقصم وتعود كده لكن سعد يعمل زي فؤاد المهندس يعمل يقول انا المدير يعني انا المدير يروح طالع تاني برا بس طالع هو الكرسي اللي قاعد عليه هو الجين اللي قاعد عليه فاهمين؟ هو كان قاعد على جين خرج على كنا المدير وحكسارك بقى يبتدي ايه؟ الخلية تعمل زيه بالزبط اهو الجين اللي اخده ما هو ده اللي هتعمل زيه ده الكتاب والايه؟ وهو قاعد لها هنا هون على الجين الخلية الخلية تفرقع من جدابها ويخرج الفيروس الجديد البكتيريوفاج الجديد اللي هو فيه ايه؟ الدين ايه اللي اعملته الخلية وهو قاعد معاه اصدق ده الدين ايه بتاعه هو وده الجين الاحمر ده الجين بتاع الخلية وده الدين ايه بتاع الفيروس الاصلي يبقى الخلية دي عمرها ما هتكسر لكن ممكن تكسر في وقت معين اذا هي مهددة دي بنسميها ليسوجينيك سايكل يبقى فيه لتك فيه افاش او لتك سايكل وفيه وفيه ليسوجينيك سايكل ايه الفرق؟ اللتك سايكل يخش يكسر الخلية وأمورها هتعمل زيه؟ الليسوجينيك يخش يقعد على جين ويقعد بقى وتنقسم 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 مفيش مشكلة لكن ايه فجأة يروح واخب الجين اللي هو قاد عليه ويطلع الجين ده كان مثلا انتي بايوتك ريزيستانت جين فلاجيلر جين اي جين بقى يقعد عليه يجي يصيب خلية تانية خلي بالكم بقى قوي من هنا هوا ده خلوا لما يخش انت المدير لا ده انا جاي يقعد معاك هيروح جاي بالجين اللي اخده من دي ويقعد معاك يبقى اه 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 ده بس جين تاني اذا الخلية دي اكتسبت صفة الجين اللي موجود في دي ليه؟ لانه قعد على الجين ده واخده وطلع بره بيه اهو طلع بره بيه يبقى ده الفاج وده الجين بتاع البكتيريا لما نغى البكتيريا تانى حطنها جين تانى يبقى زادت جين انا اقولكوا اه اه مثل تسيط جدا انا عندي في بيتنا قلت الصفرة فيها خمس كراسي انا رحت اتغديت عند حد منكم فقال على الكرسي بتاع صفرته هو بقى وتغديت وانا اي من الكرسي نزق فيه رحت بيتنا فقال راح الكرسي داخل عندنا في البيت يبقى الصفرة بتاعي تبقى فيها كم كرسي؟ ستة مايا خمسة وانا نزقت في كرسي من عند فلان اللي مغديني عنده وحطيطه على الصفرة بتاعي اهو الفاشكت بيروح يقعد على الكرسي على جين من البكتيريا وبعدين يطلع بيه كسرها ويطلع بيه ويروح ايه داخل على بكتيريا تانى حطيطلعها الجين دي عن كرموزوب يبقى البكتيريا دي بدقى المكان عندها خمسة جين بقى عندها زادتة جين الجين ده ممكن يكون ايه ممكن يعمل كابسول جين يبقى البكتيريا ما كانتش كابسولة تبتدي تعمل كابسول فلاجلة ما كانتش قاعد فلاجلة تعمل فلاجلة وهكذا يبقى دا اسمه ليسوجينك سايكل يبقى دا اسمه ليسوجينك سايكل ليتيك سايكل وليسوجينك سايكل طول ما الفاش قاعد ما بيكسرش خلية بنسميه برو فاش اللي هو على الكرموزوم شكرا 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 شكرا